وينضم إلينا مباشرة من بغداد الباحثة الاستراتيجية الدكتور أمير السعدي دكتور أمير مساء الخير شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه يعني كما لاحظت الرئاسة ترى أن وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق غير قانوني كما هو حال التدخل العسكري التركي لكنها كرئاسة لم تتحدث عن خطوات عملية لتحقيق إخراج كلا الطرفين من الأراضي العراقية كيف تعلق مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي خناتكم الكرام طبعا دعنا نذكر بأنه غالبا ما كانت مواقف الحكومة العراقية وعلى العموم الدولة العراقية لم تكن بمستوى تحدي الخروقات السيادية التي قامت بها كثير من الأطراف الإقليمية إن كانت إيران أو تركيا على وجه الخصوص التي ما زالت تنتهك حتى أفق التعاون المشترك مع وجود هناك كثير من مصالح المرتبطة بين تركيا والعراق على أقل تقدير سقف التبادل التجاري الذي وصلها بحدود 12 إلى 16 مليار في الأعوام الماضية يمكن أن ينبئ بالخطر بوفق جدول التعاون بين الطرفين الذي ما زالت تركيا تظهر بأنها لا تلتزم لا بالمعايير والمواثيق والأحلاف الدولية ولا بالقانون الدولي ولا الإنساني وفق جدول هذه الخروقات نعم هي لديها قد تدعي الحق وتتعكز على المادة 51 من مثاق الأمم المتحدة بالدفاع عن النفس لكنها تجهل وتتغافل عن دور العراق بالدفاع عن نفسها هناك عملية تغيير ديمغرافي وعملية تغيير بيئي حصلت بالعراق نتيجة هذه الهجومات الكثيرة والمتلاحقة من قبل القوى الجوية والعمليات العسكرية وأيضا القصف المدفعي من قبل القوات التركية على الأراضي العراقية حتى للأسف أقول موقف الاتصال الأخير بين السيد رئيس الوزراء وسيد مسعود برزاني لم يمكن بمستوى هذا الخرق ولا عملية التجاوز على أرواح العراقيين ليس فقط من قوات البلشمرق بل سبق أيضا سقوط ضحايا مدنيين نتيجة القصف المتلاحق والأسيامة في محافظة دهوك وبهذا ينبغي أن يكون هناك موقفا سياسيا أي على قل تقدير مثل ما طلبت اللجنة الأمن والدفاع البرلمانية باستضافة سيد وزير الخارجية العراقي للوقوف على ما هي دور وإجراءات الحكومة العراقية بهذا التجاوز ينبغي أن يكون هناك موقف بين الرئاسات الثلاث بعملية الذهاب إلى الموقف السياسي ليس فقط بإرسال لجان فنية من قبل الإقليم وبغداد للذهاب إلى تركيا والوقوف على للأسف أقول هذا الموقف المتشدد من قبل تركيا باتجاه الأرواح العراقية والسيادة العراقية لكن عليها أن تأخذ موقفا أكثر جدية بالذهاب إلى مجلس الأمن والأسيام وهناك دعم دولي وعلى رأسه من قبل ولايات المتحدة الأمريكية لكن دكتور أميري هذا التناقض الذي تفضلت بالإشارة إليه موجود حتى داخل المشهد السياسي الكردي في الإقليم نلاحظ أن هناك تباينا في مواقف كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني مثلا والاتحاد الوطني الكردستاني من حزب العمال الكردستاني ووجوده في الإقليم أليس كذلك؟ أحسنت وهذا هو ما يضعف أساسا موقف الحكومة العراقية والدولة العراقية على العموم وأذكر ليس هذا الأمر وحسب ليس المواقف المتغيرة بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان بل أيضا موقف بعض الأحزاب والكتل السياسية في العراق بعد عام 2014 التي سمحت وعطت مجالا للتعاضد مع دور قوات البككة وعناصر حزبها المتواجدة في مناطق الشمال إقليم كردستان بالدخول مع معارك تنظيم داعش الإرهابية أثناء عمليات التحرير وبالتالي أعطتها مجال أكثر للتغلغل والسيطرة أمنيا وإداريا على بعض مفاصل سنجار وبعشيقة وهكذا داواليك وبالتالي نرى أصبح لزاما الآن تفريغ هذه القوى من قدرتها وإمكانتها من السيطرة والسلطة على الأرض أمنيا وإداريا مثل ما فعلت في عملية التعاضد بين حكومة بغداد وأربيل بإفراغ منطقة سنجار بهذا الاتفاق ينبغي الذهاب الآن إلى خطوة أكثر تشددا بالتعاطي مع موقف عناصر البككة واللجوء إلى الأمم المتحدة مثل ما فعلت على قل تقدير حكومة بغداد سابقا مع عناصر ما يسمى مجاهدي خلق وستطعت أن تضغط على بوجود نفوذ وتأثير إيران في السحر العراقية بطرد هؤلاء من الأرض العراقية ينبغي الآن أن تأخذ خطوة أكثر جدية بعملية الضغط على الحزبين أولا ثم فيما بعد على المجتمع الدولي بترحيلهم من الأرض العراقية يعني يبدو أن الموقف الكردي والموقف العراقي الانتحادي لم يشكل ضغطا على أنقرة حتى الآن والدليل أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي قال صراحة بأنه مستعد لإرسال قواته إلى عمق 180 كيلومترا حتى مخيم مخمور الذي يؤوي عائلات وعناصر لحزب العمال الكردستاني دون أي موقف أو تعليق عراقي أليس كذلك أحسنت في هذه النقطة دعني أذكر بموقف سياسي سابق أنا تكلم هنا على موقف الحكومة العراقية أولا عندما زار وزير الدفاع خلوصي إلى الأرض العراقية وزار بعض معسكرات وقواعد تواجد القوات التركية في الأرض العراقي لم يكن هناك موقفا شديدا وصلبا من قبل العراق إلا عملية استدعاء السفير التركي وتبليغة برسالة شديدة اللهجة وبالتالي نرى بأن تركيا تعودت على عملية التهاون أو الاستهانة بالدور العراقي وقدرت على ردع تركيا على أقل تقدير سياسيا لا نتكلمنا عن حق الدفاع عن النفس ولا المواقف العسكرية لكن نتكلمنا عن الدور السياسي وبالتالي ينبغي أن يكون هناك موقفا آخر نعم قد تكون هناك ورقة بيد العراق وإن كانت ضعيفة هو استخدام الورقة الاقتصادية لكن تركيا قد أخذت إجراءا مسبقا بعملية التلاعب بورقة المياه بالضغط على الجانب العراقي وبالتالي نستطيع أيضا تحركها بشكل كبير ما لم يكن هناك موقفا للبيت السياسي الداخلي على أقل تقدير داخل قبة البرلمان بالذهاب إلى اتخاذ موقف أممي أكثر تشددا مع المواقف التركية مباشرة بغداد الباحث الاستراتيجي الدكتور أميرا الساعدي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك